خوطنا السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتموا والعصف في ارتواكم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس ليصلكم الجديد اخوتي هذه الحلقة عملناها بناء على طالب احد المتابعين وكذلك هو موضوع مهم ومهم جدا ويشغل بال كثير من المربيين خاصة في هذه الفترة الشيء الذي سنتكلم عليه وهو متى نبدأ بتجهيز الكاناري وكيف نجهزه والشيء الثاني وهو كيف وماتى نجهز الكاناري بضوء الاستيناعي اي في غير من فصل الرابع في فصل الشتاء او الخريف وماذا تأثير هذا التجهيز بالضوء الاستيناعي على الكاناري وعلى الطيور اولا اخوتينا علم بان موسم التكاثر عند الكاناري وهو من نهاية شهر فيبري اه الى نهاية الصيف اخوتي هذا هو الموسم موسم التكاثر عند الكاناري كما نقول الموسم الذي خلقت عليه في من عند الله اي كما نقول طبيعيا اه اما هناك بعض المربيين يريدون ان ينتجوا في فصل الخريف او في فصل الشتاء وخاصة عندما اه منهم من يريد الانتاج في هذه الفوصول فيبدأ بتجهيز وتهيئ الجو للكاناري بضوء الاستيناعي والتدفئة اما هناك بلدان اخرى كاوروبا وكذا لا تتوفر لديهم الاضاءة الكافية والشمس والتدفئة فيقوم بالاضاءة الاستيناعية اه اخوتي اولا يجب ان نعرف لماذا فصل الرابع بداية فصل الرابع الى فصل الصيف هي الفترة الجيدة لانتاج ولتجهيز وتكاثر الكاناري لان مدة ساعات الضوء هي المدة المثالية وبالنسبة لدرجة الحرارة تكون درجة الحرارة جيدة للكاناري فيستطيع التكاثر في تلك في تلك الايام لذا كما قلنا في 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 اوروبا او في او في الفوصول الاخرى يجب ان توفر له الاضاءة الكافية لكي يجهز هذا الكاناري لكن اخوتي انا 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 اعمل بالاضاءة انا اعمل طبيعيا ولا انصح بالعمل بالاضاءة لماذا اخوتي لان الاضاءة تؤثر على نمو الكاناري ونمو الفراخ اه كأنك تخرب في العام الفيزيولوجي للطيور فتصبح فتصبح غير اهتيادية وتؤثر على نموها وكذلك الضوء يؤثر على عينين الطيور فتصبح بالضباب البيضاء او الغشاء الابيض في الايون وكذلك مع الوقت تصبح بالقارعة اي بسقوط الريش من الرأس والرقابة وكل شيء اما الشيء الاخير وهو كما نقول اساس الانتاج وهو الضرورة وهي البيض بهذا التجهيز او عندما تجهز بالضوء او غير فصل الرابع وفصل الصيف يكون لديك بيض فارغ والكثير من البيض الفارغ وتتعب نفسك وتتعب طيورك لذا انصحكم بافضل فترة لتجهيز ولتكاثر الكناري وهي من في فصل الرابع الى فصل الصيف لان خاصة في فصل الرابع ستحصل على بيض مخصب لان الطيور تكون في قمة الهيجان وكما نقول خلقت في الطبيعة هكذا لكي تتكاثر في هذا الصيف وهو شيء كما نقول شيء رباني لا نعلم لماذا في هذا الفصل تكون هناك انتاج وفير وكل شيء لذا انصحكم بالانتاج في هذا الوقت فأنا أعمل بهذه الطريقة طبيعيا ولا أجهز بالضوء وكذا ولكن كما قلنا الذي لا يتوفر على الإضاءة الكافية والحرارة كما ذكرنا يستطيع في فصل الرابع يقوم بالتجهيز بالطريقة الاستيناعية بالضوء الاستيناعي لكن في الفوصول الأخرى مثل الشتاء وخاصة نهاية الخريف إلى الشتاء لا أنصح بالإنتاج تلك هي مرحلة تكون مرحلة للراحة نفرق الذكر عن الأنثى في قفص واحد بالنسبة ولكن بالنسبة للأزواج التي تزاوجت من قبل مع بعضها البعض لا يجب ليس من لا يجب أن أن تفرق بينها يمكنك أن تتركها وحدها كذلك في مرحلة تغريال ريش تتركها مع بعض وكذلك في مرحلة الراحة عندما تبدأ بالتجهيز تقوم فقط كما نقول عندما نهاية ديسمبر إلى جون في نبدأ بتجهيز سأتكلم على هذا الشيء عندما تبدأ بالتجهيز يمكنك عمل فقط الفاصل الحاجز الغير المرئي للتشويق وكذا لأن هذه الأزواج قد تزاوجت من قبل لكن بالنسبة للأزواج التي لم تتزاوج من قبل عندما تكون ذكر جديدة بلغت جديدة وإنات بكرية نقوم بوضع كل أنتا وكل ديسمبر في قفص لوحده ولكن في غرفة واحدة لكي يكون تعرف بينهم وعندما نصل إلى كما نقول ببداية التجهيز كما ذكرنا من نهاية ديسمبر إلى جون في نبدأ بالتجهيز نبدأ بعملية التشوية كما قلنا إخوتي بعد مرحلة غيار ريش أي في الخريف في هذه المرحلة لمدة الشهرين أو ثلاث أشهر نترك أزواج الكناري ترتاح فكما نقول الذي عمل ثلاثة أحشاش وهناك من يعمل أربع أحشاش من الربيع إلى الصيف فهذا كافي يجب أن تترك هذا الزوج يرتاح لأن بعد مرحلة غيار ريش أنت من تتحكم في هذا الكناري في الأنت والذاكر إذا أردت أن تنتج منهم أو لا إذا أردت أن تجهزهم وراء مرحلة غيار ريش مباشرة تبدأ بتقديم الأكل وكذا لكي يجهز أما إذا لم ترد تستطيع أن كما نقول تعمل لهم نظام غذائي لفترة الراحة نقدم الباير مرة في الأسبوع والخضر مرة في الأسبوع هكذا أما عندما نريد أن نجهزهم أنا أجهز طيوري من نهاية ديسمبر إلى بداية جنفي أبدأ بالتجهيز أبدأ بإضافة الأكل أبدأ بتقديم البيت مرتين في الأسبوع والخضر كذلك مرتين في الأسبوع وأقدم كما نقول بذور الشيعة وكل الحبوب التي نجهز بها وكذلك لا تنسوا التشميس والإضاءة وخاصة التهوية لأن هذه العناصر هي العوام الأساسية في تجهيز الكناري بطريقة صحية إخوتي عندما كنت أصور لكم هذه الحلقة حدث معي شيء كما نقول سترون إخوتي عندما جئت فقط الأنثى وجدت بأن البيضة الثانية قد فقصت فقص فرخ ثاني أي على المباشر سأشارككم هذه الصورة فقص فرخ البارحة واليوم فقص الفرخ الثاني سأشارككم فيها إخوتي الفرخ الذي يطلب في الأكل هو الفرخ الكبير أما الآخر هو الفرخ السغير الذي فقص الآن كما قلت لكم إخوتي ولن ننسى عامل الإضاءة أي نضعهم في مكان به إضاءة أي مقابل للنافذة هكذا يدخل لو وكذلك التشميس والدوش فهو مهم مهم جدا في مرحلة تغيير الريش نستطيع أن نقوم بهذه العملية مرة في اليومين خاصة عندما نكون في فصل الشتاء لا تتوفر هناك كثير من الشمس لكن عندما تكون هناك الفرصة يجب أن تشمس عصافيرك وتقدم لها الدوش لأنها بعد أن تجهز وتبدأ بالتكاثر فلن كما نقول ستحرم من الشمس يجب أن تكون قد أخذت قصطها من التشميس هكذا قصطها الكافي كما نقول وكذلك يجب عامل تهوي ألا نقوم بغلق النوافذ كليا أو كذا يجب عندما نفتح النوافذ قليلا لكي يتهوى هذا الطائر وكما نقول لكي يجهز لك هذه يا أخوتي وكما قلنا مع تقديم الأطعمة والبيض والبروتين وكذا والكالسيوم للذكور والإينات لكي تكون بصحة جيدة وكذلك في هذه الفترة الفترة التراحة أقوم بتطهير أمعاء وكل شيء أقوم بتطهير عصافيري من الأمراض لكي عندما أدخل في موسم التكاثر لا يكون الذي هناك مشاكل مع الأزواج أو مع الفيراق أخوتي